بسم الله الاب والايمنا والروح القدسة الى الى الابد امين تحل علينا الرحمة وبركاته من الان و الى الابد امين هنكمل مع بعض موضوع الله معنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نتائج سقوط ادم والمقصود بالطبيعة الفسدة وقلنا ان النتائج من سقوط ادم ان بقى انفصل الانسان عن الله وفقد الشركة مع ربنا وبالتالي حصل ضعف الانسان امام الخطيئة وضعف الانسان امام الشيطان واتحكم عليه بحكم الموت وكان لازم يبقى فيه طبيب حقيقي ييجي يداوي المرض بتاع الخطيئة ده وده اللي عمله الساد المسيح في التجسد علشان كده في القدس الاغراغوري الاب الكاهن يصلي كده ويقول رابطاني بكل الادوية المؤدية الى الحياة فاصبحت الخطيئة مرض تحتاج للعلاج والطبيب الحقيقي اللي معاه العلاج هو الساد المسيح اللي عمله في التجسد بتاعه ونيجي في ابصالية يوم الاثنين نصلي كده ونقول كمثل طبيب حقيقي ومش في دوية امراضنا وهنا بنأكد ان الخطيئة مرض محتاج للشفاء والخلاص وكلمة الشفاء والخلاص بيعبر عنها بكلمة واحدة في اللغة اليونانية فساعات بتترجم لكلمة شفاء وساعات بتترجم لكلمة خلاص ونيجي في اوشية الانجيل يصلي الاب الكاهن لانك انت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجعنا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا وده اللي بيأكده الانجيل المقدس بالنسبة لربنا يسوع يقول كده في انجيل معلمنا ماري يوحنا يقول هكذا حب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية فهو حياتنا كلنا ونيجي في صفر الاعمال نسمع ليس باحد غيره الخلاص ولذلك هو خلاصنا كلنا وبالنسبة لرجعنا كلنا نقرأ في صفر رسالة معلمنا بولوس الرسول الى اهل افاسوس نقرأ كده ويقول لنكون لمتح مجده نحن الذين قد سبق رجعنا في المسيح فاصبح السيد المسيح هو رجعنا كلنا وفي انجيل معلمنا ماري متة السيد المسيح يقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض ولذلك هو شفاءنا كلنا وفي رسالة معلمنا بولوس الرسول الى اهل افاسوسيول الاقابنا معه واصعادنا معه للسماويات واصبح القيامة بتاعتنا ايضا فسيد المسيح هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفاءنا كلنا وربنا بيشتهي انه هو يكون موجود دايما مع ولاده مع العالم مع البشرية فجاء في يوم الخميس الكبير وقال للتلاميذ انا ماضي لأعد لكم مكانا وان مضيت وعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون وانا تكونون انتم ايضا فهنا نلاقي شعوة ربنا ان الانسان يكون معاه في ملكوته وجيه في الرسالة الختمية او في الصلاة الختمية في انجيل معلمنا يحنى 17 يقول كده ساد المسيح في الصلاة الختمية يصلي ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حيث اكونوا انا ده بالنسبة للكنيسة كلها ربنا عايز انهم يكونوا معاه حيث يكون هو وبالنسبة للمجموعة الاصغر شوية يقول كده في انجيل معلمنا متى حيث ثم اجتمع اتنين او تلاتة باسمي اكون في وسطهم فبالنسبة للمجموعات حتى لو المجموعة صغيرة مش عدد كبير زي الكنيسة مسلا اه لو الاجتماع ده مجتمع في الاتنين والتلاتة دول باسم ربنا في كلام ربنا في تعليم روحية تعليم للبنيان يكون ربنا موجود في الوسط ييجي بعد كده بالنسبة بقى للشخص نفسه ييجي في انجيل معلمنا يوحنا يقول ان حباني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي ويليه نأتي وعنده نصنع منزلا فالانسان اللي بيحفظ كلام ربنا ده بيدل على محبته الربنا وربنا يحبه وييجي عنده ويصنع عنده منزلا يعني يقعد معاه ويبقى فيه الحضرة بتاعة ربنا طول الوقت فده على المستوى الشخصي للانسان ييجي على مستوى الكنيسة والخدام يقول كده في سفر الرؤية على الكنيس السبعة يقول الممسك السبعة كواكب في يمينه الماشي في وسط السبعة المناير الزهبين فحتى القدام والكنيسة والرؤاة ممسكين في يمين ربنا وربنا بيمشي في كنيسته فهو موجود دائما في كنيسته في المجيء التاني يقول كده معلمنا بولوس الرسول ثم نحن الاحياء الباقين سنفتف معه جميعا في السحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام ففي المجيء التاني سنفتف عشان نبقى مع الباقين ونبقى نقابل السيد الرب في الهواء ونكون كل حين مع ربنا فالوجود الدائم مع ربنا بيبتدي او ابتدى من ساعة الخليقة وتجمل بتجسد السيد المسيح واخده الطبيعة البشرية وحتكمل بعد كده كل حين حتى في المجيء التاني وجود دا مع ربنا في الابدية وفي الحياة الابدية سفر الرؤية يقول لنا كده هو وذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم الها لهم فنلاقي ان ربنا له اشتياء دايما ان الانسان يكون معاه ولكن السؤال هنا هل انت شاعر بوجود ربنا في حياتك دايما هل انت عايش تبقى في وجود ربنا طول الوقت هل انت بتعمل حاجات تخليك في وجود ربنا طول الوقت ولا هو في اوقات معينة وقت الصوم بتاع الميلاد الواحد يفتكر ربنا جيه وتجسد هل في عيد الميلاد نقول ده ربنا اتجسد واخد الطبع البشري ولا هنقول دايما زيت المزيع ومواس امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار ما ابتدى يتكلم معاهم حبوه جدا وقالوا تعال ادخل معنا الدنيا بيت متأخر قعد معنا هم مش عارفين هو مين ولكن بطرية كلامه انجذبوا اليه وحبوا ان هم يعودوا يكملوا الكلام بتاعهم في حتة يعني تبقى الكلام واخد طبع السرية التامة فقالوا له امكث معنا لانه نحو المساء فنلاقي كده الانجيل يكمل بعبارة حلوة ويقول دخل يمكث معهم لانهما الاحوا عليه فدخل يمكث معهم ولما اتكأ معهم اخذ خبزا وبارك وكسر ونولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه فالتعرف طريقة التعرف على ربنا هو بتناول الجسد والدم وربنا هو نفسه يكشف لهذا الانسان عن ما يريد وهل الانسان ده على الحاجة اللي الانسان يقدر ياخدها فيه ياخدها ويفهمها على حسب نمو الروح علشان الانسان يشعر بالحضرة الالهية هي موجودة ولكن يشعر بيها ويكون فيها موجود دايما لازم اول حاجة فيه شعور بالايمان بوجود ربنا والشعور ده مش في وقت الراحة في العالم ساعة الانسان لما يكون الامور كويسة معايا وكل حاجة كويسة يقول لك ده ربنا معايا ده ربنا وقع بجنبي ده ربنا بيبارتني وييجي في وقت الديئات يقول عكس هذا ولكن ربنا بيسمح بالديئات علشان الانسان ياخد بما فيها من بركات واكليل وفوائد روحية وبتظهر المعدن الطيب بتاع الانسان ان هو بيحب ربنا بجد مش بيحب ربنا بس في ساعة لما الامور تبقى كويسة وبعدين بياخد خبرة روحية زي يتحارب مع الشيطان وكل المكايد بتاعته وبعدين في الاخر ينال حاجة حلوة وهي التزكية والتقوية وان هو في الاخر يكون مع ربنا في ملكوت السماوات فكان اسعد وجود اسعد وقت لللس اليمين كان وجوده وهو متعلق على الصليم مع السيد المسيح وكان بيكلم معاه ولكن ما كانتش فرحة اللس اليمين فيه اللي هو كان بيسرق ولكن دي كانت وسيلة هو خدها لحياته وكانت وسيلة غلط ولكن اسعد اوقاته هو الوجود في حضرة ربنا وهو مصلوب على الصليم ولذلك يقول مسلس الرحمات البابا شنودة لا تجعل الضيقات تحطمك بل حطمها انت بايمانك لا تجعل الضيقات تحطمك بل حطمها انت بايمانك سؤال اللي بعد كده هل انا بشعر بوجود ربنا دايما في حياتي ولا هو مؤقت في اوقات معينة زي ما احنا قلنا ولا هو وجود دائم حبائي لازم الانسان يعتبر وجود ربنا في حياته وجود دائم ربنا سيد المسيح كده قال لتلاميذه هانزع معكم كل الايام وإلى انقضاء الظهر محددش وقت معين ان فيه يكون حاضر مع تلاميذه وولاده ولكن قال لهم هانزع معكم كل الايام وإلى انقضاء الظهر ويترجم معلمنا بولوس الرسول الوجود الدائم ده يقول كده لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا يعني الترجمة العملية بتاعتها مش بس ان ربنا يكون موجود معايا ولكن انا حاسس وشعر ان ربنا فيا دايما وده كان شعور معلمنا بولوس الرسول علشان كده الانسان لازم يدرب نفسه وحواسه الروحية انه هو يبتدي يشعر بوجود ربنا الدائم التدريبات ممكن تكون كل ما الانسان يفتكر ربنا يرفع قلبه في الاول بصلاة يسوع علشان يبتدي يتدرج في معرفة ربنا ولو هو ما عندهش شعور من الاول بوجود ربنا دي مش مشكلة لان ربنا بيشتغل مع حتى الانسان اللي هو ما عندهش شعور كامل بوجود بوجوده في حضرة ربنا ولكن لازم الانسان يكون عنده استعداد يعني مثلا قديسة موريوم المجدلية ما ادركتش وجوده وظنت انه هو البستاني ولكن ربنا بدأ يشتغل معاه شوية بشوية لغاية لما عرفته بالتدريك وقالت له ربوني اي يا معلم المولود اعمى نفس الحكاية افتكر في الاول انه الانسان اللي خلاه يفتح وخلق له عين كان انسان بار او نبي ولكن لما ابتدى يتكلم مع ربنا وربنا جاله ابتدى يتكلم معاه شوية بشوية ابتدى يعرف وابتدى يسأل ربنا مين هو يا رب عشان اؤمن به فقال له هو اللي بيتكلم معك فاخيرا المولود اعمى امن بربنا وسجد له زي ما الانجيل قال لنا في انجيل معلمنا ماري يوحنة فربنا اشتغل مع المولود اعمى بالتدريج ونفس الحكاية في قصة السامرية لما اتكلم معها سيد المسيح وابتدى ياخدها من الخطيئة وابتدى يعرفها شوية بشوية بنفسه ولكن ما يكفيش ان ربنا يحاول يخلي الانسان يتعرف عليه ومش كفاية ان الانسان يكون عنده ارادة ولكن الاعمال بتاعت الانسان ايضا لازم تكون ماشية في طريق ان هو عارف ان ربنا موجود معاه دايما نلاقي ان الكنيس السبعة في اسيا اللي اتكلم عليهم في سفر الرؤية للأسف مع انهم كانوا كان ربنا ممسك بيهم وكانوا في يمينه الا انهم كان كل واحد فيهم كان عنده مشكلة وربنا ابتدى يعمله هيليط عليها فجه لملاك افسوس كده واتكلم ليه وقال له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى فاسكر من اين سقط وتب طب دا انا هذا الشخص في يمين ربنا ربنا ممسك بي وفي يمينه ولكن مع كل ده هذا الانسان او هذا الملاك يعني الاصف بتاع كنيسة افسوس حاسس مش حاسس بوجود ربنا في حياته فاخطأ نفس الحكاية ربنا يقوله كده ايه فكون غيورا وتب جه لملاك كنيسة ساردس قال كده ايه لك اسما انك حي وانت ايه ميت من برا الحاجات اللي الانسان بيعملها من خدمة او من طقوس دينية او من صلوات او بتبين ان هو انسان حي ولكن من الداخل القلب ايه ميت فكان كل واحد من الملايكة دول او من الاصف دول كان واضح ان هو حتى لو الانجيل بيقوله عليه ان ربنا ممسك به وهو في يمين ربنا ولكن هو بيبعد بطريقته وبقى فعاله عن ربنا فالايمان بوجود ربنا ده واحد الاعمال بتاعة الانسان دي لازم تبقى نمر اتنين ولازم يصحب الوجود في حضرة ربنا دايما لو الانسان فعلا حاسس بحضرة ربنا في حياته على طول بيبقى عنده خشوع وده اللي حصل في قصة يشوع النبي لما احس ان هو امام جند ربنا فيقول الكتاب كده ايه سقط على وجهه الى الارض وسجد وسجد سقط على وجهه الى الارض وسجد وقال له بماذا يكلم سيدي عبده حاسس ان هو موجود في حضرة ربنا فسجد على الارض وقال لرئيس جند الرب ايه قال له ايه بماذا يكلم سيدي عبده نفس الحكاية في قصة موسى النبي والعليقة اللي هو شافها برضو حس برهبة هذا المكان وخلع نعل الرجليه حاجة التالتة والمهمة جدا ان لازم الحضور الالهي مع الانسان يكون يحفظ في سرية يعني لازم الانسان يغلق الباب باب بقه ان هو يقول الحضور الالهي في حياته شكله ايه لان دي حاجات اسراج داخلية محدش يعرفها محدش مفوض يعرفها ودي حاجة بين الانسان وربنا ففي فترة الاربعين يوم بعد الايامة اللي اضاها السيد المسيح مع التلاميذ ما تسجلتش منها المشاعر والاحاديث اللي حصلت ولكن اللي تسجل منها كان الشكوك والضعفات بتاعة الاباء التلاميذ فحياة الحب وحياة العشرة مع ربنا هي قدس الاخداس ولازم لها الصمت التام والحديث عنها يبقى تعليم غير كتابي الانسان لما يطلع ويفحص يفصح عن اللي حصل معاه ده يبقى تعليم غير كتابي ونلاقي كده في قصة مريم اخت العزر لما قعدت عند قدمي السيد المسيح الحديث اللي ضار بينها وبين ربنا ما تكتبش غير في اجزاء معينة فقط وقصة موسى النبي لما قضى اربعين يوم على جبل سيناء ما تذكرش اللي قاله له ربنا والمشاعر بتاعة موسى النبي لما كان موجود في حضرة ربنا ولكن اتكلم على حاجات خاصة هتتعامل بعد كده وهي خيمة الاجتماع لوجود ربنا الدائم ويكون رمز ومثال لوجود وحضور ربنا الدائم في حياة ولاده لكن موسى النبي ما تكلمش عن مشاعره الخاصة ما تكلمش على لقاء الخاص ما تكلمش على كلام الخاص اللي بينه وبين ربنا قبل نفس الحكاية في حياة اخنوخ مع ربنا اتكتب كده في سطر صغير وصار اخنوخ مع الله طب ازاي صار اخنوخ مع ربنا محدش يعرف طب كان بيعمل ايه اخنوخ علشان يفضل مع ربنا محدش عارف طب اخنوخ انت حياتك انت كنت بتشعر بايه وانت في وجود حضرة ربنا وربنا وحضر قدامك على طول محدش يعرف ولم يوجد لان الله اخذ فانا بنتكلم برضو على اخنوخ ودي كانت حياتي اخنوخ في كلام بسيط جدا قديسة العذرة مريم نفس الحكاية ما تكلمش عنها كتير وهي ما تكلمتش عن نفسها كتير عن مشاعرها وهي في الهيكل عن كلامها مع ربنا في صلاتها الفردية في الهيكل عن حياتها في بيت يوسف النجار عن حتى ايام خدمتها مع علي صباط حتى ايام خدمتها مع السيد المسيح طب هي كتحسة بايه لما ولد السيد المسيح في مزوض البقر وكان الموضوع شاق عليها انها تذهب لبيت لح كل الكلام ده التفاصيل بتاعت المشاعر كانت تفاصيل داخلية ولم تبرح بيها الست العذرة لأحد علشان كده كتب عنها في انجيل معلمنا ماري لؤة وكانت تحفظ كل هذه الامور متفكرة بها في قلبها فالصمت فأكيد فأكيد كان بيكلم مع ربنا كان فيه احاديث كتير طبعا 80 سنة ده عمر لوحده ولكن لم يكتب منها شيء لأنها كانت قدس اقدس حياة الانبابولة مع ربنا والتلاميذ وحياة الاباء الرسل نفسهم في حياتهم ترجمة الحاجات دي لأفعال مش لكلام ولكن المشاعر مش معروفة لأن ما حدش اتكلم عليها حدش كتب عنها فيجي السؤال اللي بيبقى في الزهن كل واحد فينا طب ليه ما كتبش الناس دي عن اختباراتهم الروحية في حضور الراه الالهي معهم علشان نبتلين نتعلم ونعمل زيهم فالاجابة تكون في منطقة البساطة عيش زيهم وتتعلم ايه اللي هم اخفوه فمثلا اجلس عند قدمي المسيح زي ما جلسة مريم اخت العزر وربنا هيقول لك اللي ينسبك لحياتك حب السيد المسيح زي معاه احبه التلاميذ وتركه كل شيء وتبعوه وهو هيقعد معاك ويحدسك بالامور المختصة بملكوت السماوات مش هتكون بس في فترة الاربعين يوم زي ما عمل مع التلاميذ ولكن هيكون في فترة حياتنا كلها على الارض ولذلك مثلس الرحمات البابا شنود يقول كده افتح قلبك لله وهو يملأ حب افتح ذهنك له هو يضع فيه الاحاديث عش معه بكليتك يفض عليك من مواهبه ونعمه وقوته وحين يستقول مع داود النبي اني اسمع ما يتكلم به الرب الاله بتاعتك مع ربنا تكون مقدسة جدا وتكون قدس الاخداس ولذلك مش هتكلم عليها يبقى ينطبق عليك ما يقال في سفر نشيد الانشات اخت العروس جنة مغلقة وعين مقفلة ينبوع مختوم انت نحس ونشعر بالوجود الالهي في حياتنا احنا قلنا ربنا موجود على طول بس فيه اوقات ساعات بيبقى فيه هايلايت كده في الحياة بتاعت الانسان تبي الانسان يحس بيها دايما بوجود ربنا اول حاجة وجود التعب والضيق في حياة الانسان في حياة يعقوب ابو الاباء ما حسش بوجود ربنا وهو في بيت والدي ولكن لما هرب من وجه عيسو اخوه اللي كان عايز يقتله ابتدى يعمل علاقة مع ربنا وابتدى يتقرب لربنا اكتر واكتر لغاية مع ربنا ما اه اتصارع حتى وصل ان هو يتصارع معاه وتبع العلاقة قوية جدا مع بين يعقوب ابو الاباء وربنا نفس الحكاية في قصة يوسف الصديق يوسف الصديق في بيت يعقوب كان مدلل في كل شيء اخوة امه اللي بيطلعوا يشتغلوا ولكن لما بيع كعبد وابتدى يشتغل في ارض مصر وابتدى ان هو يتعب ويدخل السجن ويحس بالضيقات والمتاعب والمشاقات بتاعة الاماكن اللي هو فيها والعمل اللي هو كان بيعمله كان دايما باصس لربنا وحاطت ربنا قدامه وابتدت العلاقة مع ربنا تكبر فكان يوسف ايه رجل ناجح لان ربنا كان معاه نفس الحكاية في قصة يونان النبي يونان النبي كان مش علاقته قوية قوي بربنا ولكن تقوت بزيادة لما كان حصل وقت الديء بتاعه ودخل بطن الحوت وقعد ثلاثة ايام مش عارف مصيره ولكنه كان عنده ايمان قوي ان ربنا هيخلصه اللي هو فيه فلما الحلول البشرية ما تكونش موجودة الانسان بتبقى قدامه ايد ربنا قوية وبينة بكل الوضوح الحاجة التانية اللي بنشعر فيها في وجود ربنا هي وقت الصلاة والتأمل قديس يحن الحبيب في سفر الرؤية عشان يبتدي يتكلم على السماء واللي شافه في السماء قال كده ايه كنت في الروح في يوم الرب فابتدى ان هو في يوم الرب ده يوم صلاة وهو في الروح حيات تأمل في الروحيات ابتدى ربنا يكشف له عن السماء وجمال السماء في برضو حياة بولس الرسول لما اختطف للسماء التالتة كتب كده معلمنا بولس الرسول قال افل جسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم لكن هو في حياة روحية شايف حاجات وهو مش عارف اذا كان في الجسد او خارج الجسد بس المهم بالنسبة له ان هو مع ربنا في حضور الهي فبيلتصق الانسان بربنا في الحضور الالهي وتتلامس روح الانسان مع ربنا في هذه الحضرة المبارك عشان وجو البخور والصلوات والقيام الفعلي امام الله كل ذلك يعطي شعورا خاصا ينظر وجوده في اوقات اخر يعني الوجود في الكنيسة مع الحضور بتاع الاوداس مع الاستعداد للتناول مع الجو الروحي بتاع البخور والصلوات وهبت المسبح والهيكل والزبيحة بتدي للانسان حياة روحية وحياة فيها شعور بالحضور الالهي الانسان مش هيشعره لو هو بيسجل جزء من الاوداس بعد الاوداس ما يخلص وعشان كده في فرق شاسع جدا الانسان بيحسه بسمعه للأوداس في البيت وحضوره والصلة بتاعه في الاوداس في وجوده في الكنيسة نفسها مختلف المشاعر تختلف تماما في البيت ممكن يكون مشغول بحاجة مش مركز مش واقف مش مستعد للتناول مفيش تناول وهكذا فالروح اللي موجودة مش روح صلاة ولكن روح سمع عشان كده بنسمع الاوداس في البيت ونصلي الاوداس في الكنيسة حاجة تانية في ان الانسان يحس بوجود الله وحضوره في الصلاة والتأمل يقول كده مسلس رحمة البابا شنودة يقول كده ايه في وقت الصلاة والتأمل بيشعر الانسان بالله يملأ قلبه ويشعر بان الله يحيد به كما يشعر انه واقف امام الله يكلمه ويشعر ايضا بان الملائكة حوله وبان ارواح القديسين ايضا تحيد به وبان روح عميقة في داخله يعطيه ما يقول كل الحاجات دي بتحصل الانسان اللي بيصلي لهذا اجتماعات الصلاة ليها قوتها وتأثيرها ولهذا كانت ليالي الصلاة وصهرتها فعالية عميقة داخل النفس وقوة غير عادية كنا يشعر الانسان بالعزاء بالفرح بالسلام ويشعر باللزة البقاء في الصلاة وانه يود لو كانت الصلاة لا تنتهي وكما قال احد الاباء عن الصلاة ومن فرص تحالوت الكلمة في افواهها ما كانوا يريدون ينتقلوا منها الى كلمة اخرى في صلاوتهم ومن هنا كانت الصلاة الدائمة فنلاقي يا حبائي الصلاة في الكنيسة وحضور القدسات وحضور التسبيح والصلاوات دي حاجات بتشعر الانسان بوجوده مع روحنا دايما ويأخذ الروح دي ويطلع بعد كده يشتغل بيها في حياته الروحية ويبقى فيه بعد كده صلاة في المقدع ولكن للأسف روح الصلاة دي ابتلت تخف شوية من عندنا يعني نلاقي الكنيسة مكتزة بالناس جدا في اوقات الاعياد وصلاوات قدسات الاعياد وفي صلاوات تسبحة كياحك وممكن فيه ليلة ابو غلامسيس ولكن في بقية التسبيح اللي بتتصلى بيها الكنيسة كل يوم وكل اسبوع في الكنيسة نلاقي ان الاعداد صغيرة وفي فترة العشيات لو ما كانتش من ضمن صلاوات قدس عيد نلاقي الكنيسة ما فيهاش ناس كتير للأسف ده بيضعف حياتنا الروحية لانها لازم تكون بادية من الكنيسة وبعدين تنتقل بعد كده لحياتنا الداخلية في بيوتنا وفيها الصلاة مع ربنا ونفس الحكاية ليه اجتماع الصلاة لما نلاقي فيه الناس اللي موجودة اربعة او خمسة بكتير للأسف ده بيضعف الحيات الروحية للاشخاص مش للكنيسة الكنيسة دايما قوية بألحنها وبروحها وبصلاواتها وبوجود ربنا فيها ولكن الانسان اللي ما بياخدش الوسائل دي كلها وسائل وسائل النعمة اللي ربنا حاطتها في كنستو علشان الانسان يوصل يبقى معاه فيه يبقى عنده مشاعر قوية جدا بحضور ربنا في حياته للأسف الانسان هو اللي بيخسر ولكن يعني ياريت ان احنا نهتم شوية بحضور التسبحة اليومية والاسبوعية اللي بنصلي فيها بالكنيسة وحضور العشيات دايما والقدسات من بدري علشان نحس بحضرة ربنا في حياتنا وبعد كده ينتقل الشعور ده للحياة الدايما مع ربنا برا الكنيسة وفي نفس الوقت مش بس في اوقات الصلاة ولكن في الاماكن المقدسة لو واحد راح لدير لو راح للكنيسة والكنيسة هادية وقاعد فيها بيحس بجو مختلف وبيشعر بوجود ربنا وان ربنا ده ضابط الكل والمشاكل اللي عنده كلها لا شيء قدام قوة ربنا علشان كده نلاقي ان الانسان الروحاني يقول مع داود النبي كده مساكنك محبوبة ايها الرب اله القوات تشتاق وتزوب نفسي للدخول الى ديار الرب قلبي وجسمي قد اتهج بالاله الحي ويقول كده مذابحك ايها الرب اله القوات ملكي والهي توبى لكل السكان في بيتك يباركونك الى الابد فالانسان اللي عارف محبة ربنا ليه وشاعر بحضور ربنا في حياته يبقى على طول عنده مشاعر الحب انه هو يتلاقى مع ربنا واحلى مكان يتلاقى فيه مع ربنا هو مساكن ربنا المحبوبة الى قلب هذا الانسان وديار بيت ربنا اللي بيبركوه فيه على طول فيه الصلوات والقدسات والعشيات والتسبيح ويكون الانسان حياته كلها صلاة زي البابا كرولوس ويكون الانسان نفسه بياخد الحياة الجماعية اللي فيها صلاة في الكنيسة ويبقى هو على طول دايما الصلاة مع ربنا لانه حاسس بوجود ربنا في حياته دايماً في كتر ما نحضر القدسات والتسبيح والاجتماعات الروحية والصلاوات الروحية اللي فيها بتجمعنا كلنا جسب المسيح الواحد بنرجع بعد كده نحس بوجود ربنا دايماً في حياتنا ويجي اخر نوع من الانواع ان الانسان يشعر فيها بوجود ربنا انه هو في وقت لا يعلمه ووقت هو مش محضر له ودي تبقى زيارة زيارة نعمة من ربنا لهذا الشخص وما فيهاش اعداد من الشخص نفسه ولكن دي عطية من ربنا ونعمة من ربنا بيدهاله زي ما كده ربنا قال ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة والروح يهب حيث يشاء فنلاقي كده مقابلة موسى النبي مع ربنا في العلقة ما كانتش معمول لها حساب نلاقي كلام ربنا ودعوته لسامويل النبي لما كان طفل ما كانش معمول لها حساب نلاقي كلام ومقابلة السيد المسيح مع شاول الترسوسي وهو في طريقه لدمشق وبعد كده بقى ولس الرسول برضو ما كانش معمول لها حساب من شاول الترسوسي ولكن تقابل مع ربنا ولكن لما تشعر ان فيه حاجة زي كده زيارة للنعمة سواء بقى بوعظة سمعتها سواء بصلاة انت صليته سواء بقداس حضرته في الكنيسة سواء بكتاب روحي قريته ووصل لك روح معينة فياريت ما نطفيش الروح يعني نقول نعمل نعمل بيها حاجة على طول علشان ما نطفقش الروح وبعدين زيارة النعمة دي هتفضل تلح علي ولو فضلت انا اه مستمع لها مش بس هطفي الروح ولكن هحزن الروح فاول درجة هي طفي او انتفاق الروح اللي جوايا تاني حاجة الروح يحزن فلازم نعمل حاجة ولكن احترس مع كل الحاجات دي لما الانسان يزوره زيارة من زيارات النعمة يحترس دايما ان الزيارات دي ما تخليهوش انسان متكبر في حياته لان وجوده في الحضرة الالهية بيتناسب معها التواضع جدا وانسحاء القلب والشعور بعدم الاستحقاق انه هو ربنا اه شاف او اداله نعمة الحضور انه هو يحس بحضوره مع ربنا ومع الانسحاق والتواضع بيدي ربنا الانسان اكتر واكتر لانه يعطي المتواضعين نعمة عشان كده مسلس الرحمات البابا شنودة يقول كده على حضور الاله يقول وكلما تجن نفسك مع الله قل انه من اجل احتياجي سمح الرب ان يفتقدني بنعمته وليس بسبب استحقاق انه ليس بجهدنا نكون مع الرب انما بحنانه وجوده يعني كل ما يبقى عندك زيارة النعمة دي ما تفكرش ان انت احسن من الناس احسن من اخواتك ولكن زيارات النعمة معناها ان انا انسان اه محتاج ربنا بينظر الى احتياجي وعن طريق بيفتقدني بنعمته وبيعطيني زيارة النعمة دي لانه حنون علي وديه من نعمه والفضايل بتاعته وانه بيديني هدية من ايده ان انا اكون دايما حاسس بحضوري في الحضرة الالهية وليه شركة مع ربنا فحياتي ربنا يدينا دايما هذا الاحساس ان احنا دايما نحس ان احنا في الحضور الالهي واحنا دايما مع ربنا في كل اوقات حياتنا ونبتدي ان احنا نتعامل مع وصائة النعمة اذا كانت حضور الادسات والتناول من جسد الرب ودمه او بصلاوات الكنيسة ان دي كلها وصائت وسائل نعمة يستفد بها الانسان في حياته الروحية وتنعكز بعد كده على وجوده الدائم في حضرة ربنا ربنا يعطينا دايما ان نسمع ونعمل ما يقول الروح لكناس ليلة انا كل مجد وكرامة من الان وإلى الابد امين ترجمة نانسي قنقر